اختلا بالطريق اريئة للجمال والجمال من غير أجريكا بأديكا زي ما حيا اردنا ! ». !! اشتركوا في القناة انا عايزين نتكلم في كل ما يخص عالم التغذية عالم التغذية بالنسبة لينا هو عالم كبير لازم علشان نقدر نوصل للحالة اللي احنا عايزينها لازم نفهم يعني ايه تغذية الاول هنبدأ هبدأ معكم الاول بمفهومنا اللي هو هنعرف يعني ايه تغذية التغذية عندنا هي انواع اولا التغذية بشكل عام هي المصدر الغذائي او المكونات الغذائية اللي بنمدها الجسم الانسان اللي توفر ليه كل احتياجات وما بين احتياجات عامة للجسم احتياجات خاصة بالجسم زي احتياجات اللي هي بتلزمنا في التنفس هضم الطعام الحركة تدفق الدم سريان الدم النوم نفسه الحاجات دي كلها بتحتاج طاقة بتحتاج تغذية الطاقة بنمدها من التغذية الحالة التانية ان انا بحتاج التغذية في اعمالي اليومية يعني انا ليه نشاطات كتير في اليوم ما بين بتحرك بامشي بروح شغلي باجي باركب عربية بامشي بتكلم الكلام ده نفسه بيحتاج باور مني والباور ده لازمه يتوفر الطاقة الطاقة باخدها من التغذية اللي انا بستمدها يبا ضروري جدا اعرف معايا ثلاث حاجات في بدايتنا مع التغذية اللي احنا هنبدأ فيها اللي نعرف انا جسمي محتاج ايه هل انا انسان بيتحرك او انسان حركته ضعيفة او انسان نشيط يعني دي لها حالة ودي لها حالة ودي لها حالة كل شيء ليه حالة فيه اولا انا بتكلم في التغذية لو انا انسان كسول انسان ما بيتحركش انسان حركته ما فيش يبقى انا هستخدم تغذية مناسبة لي يعني تغذية بنقدر نحسبها بالسعر الحراري اللي لازم لتوفير الاحتاجات الغذائية اللازمة للجسم ده بدون انه يحصل على زيادة عبر تراكم الدهون على مراحل التقدم يعني الجسم ده يعني احنا هنتطرق حاليا لازاي نقدر نحسب ازاي البشن انا لما اجي البشن ازاي هقدر اصنافه ده هل هو مريض سمنة ولا مريض عادي ولا انا هعمل معاه ايه بالضبط علشان اقدر اوصله للوزن اللي هو عايزه ما بيجي للبشن بقدر احدد معاه الاول عن نظام او سلوكه الغذائي هل هو سلوك غذائي سليم ولا سلوك غذائي ما بيوصلش للدرجة اللي الجسم محتاجها يا اما باكل واجبات في اوقات مختلفة اوقات غير منتظمة او يا اما باكل اكل غير صحي مبدئية لازم اعرف الاكل الصحي ايه الاكل الصحي هو اي اكل عديم اللي هي الدهون المشبعة ده بيكون متوفر معنا في انواع كتيرة بالاكل هنتطرق ليها في حلقاتنا اللي جاية ان شاء الله لكن مبدئية لازم اعرف برضو وقت الاكل لازم انظم وقت اكلي واجبات فطاري لازم تكون ثابتة واجبات غداية ثابتة واجبات عشاية ثابتة المعادة الثابت مهم جدا يعني انا بافطر افطرت الساعة 7 الصبح 7 صباحا يبا لازم اواحد نظام اكلي ساعة 7 صباحا ديت اتنين لتلاتة دورا يبا برضو اواحد نظام اكلي اتنين لتلاتة دورا واجبة العشا ما تتعداش الساعة 8 حاجة تانية مهمة جدا لازم افرق ما بين انا هل البشر ده زايد وزن ولا زايد كتل الدهون يعني انا فيه الدعين من التخصيص لازم نتطرق ليهم اللي هو تخصيص الوزن وتخصيص الكتلة تخصيص الوزن ما بيهمناش قوي عالم كتير بيشغلها وزن جسمها لكن بنحكي فيها كتير والعالم في اوروبا كله عام نصورة حاليا في تخصيص الكتلة ما عادش حد بيبص يعني ايه وزني انا مبدئيا يعني مثال بسيط انا ما بروحش اشتري لبسي بالكيلو اروح اشتريه بالمقاس لو الكيلو معبر عن شكلنا كان تروحي تشتري لبسك تقوله انا مثلا عن 80 كيلو خلاص بيديك لبس 80 كيلو ونمشي انها لأ دي بتبقى 80 كيلو وبنفس الشكل وبنقدر ندينا دي شكل ودي شكل تاني خالف سيد محمد بس لو هتزوم لي هنا على الصورة دي الصورة دي واضحة معانا على الصورة احنا بنعرض جسمين نفس وزن الجسم دي 70 كيلو دي 70 كيلو لكن كتلة كتلة الدهون في الجسم ده غير الجسم ده نهائي الجسم ده زي ما احنا شايفين قد ايه الجسم ده قد ده مرتين ونفس الوزن ليه؟ ده نسبة الدهون اكتر فيه بالاضافة الى نسبة الماء قليلة انما ده نسبة الدهون قليلة فيه يعني نسبة الدهون فيه 20% بالاضافة لنسبة ماء عالية فده بنحب نوضح انفرق ما بين كتلة الدهون وما بين وزن جسم فدايما ما يشغلش بالك اللي هي انا ايه وزني دايما لما بص على شاد انا رايح اعمل تنصيق قوام لازم ابص يعني انا عندي كتلة الدهون قد ايه في جسم وبرضو حاجة تانية انت لما حد بيشوفك ماشية او حد قريب ليكي ما شافكيش من زمان بيقولك انت خسة او زايدة ده بناءا عن شكلك هو مش عق معرفش مزانك في حاجة هو ادري حدد انت زايدة او خسة من شكلك يعني من كتلة الدهون اللي ظهرة على جسمك لنا معدلات يعني احنا البشن لما بييجي لنا بنقدر نحسب له اللي هو المفهوم الصحيح للتخصيص يعني كان زمان نقول نقول الوزن نطرح من الطول مية يدينا الوزن المناسب للجسم بالعكس تخيلي نفسك انت مثلا مية وتمانين سانتي لما اطرح من الطول مية هقول انا لازم اكون تمانين يعني فيه ناس بتبقى مية وستين ومية وتمانين ما توصلش للستين استحالة انا بحدد كتلة الدهون اللي في جسمها دي قد ايه بنقدر نحدد كتلة الجسم من معامل اسم المعامل بتاعنا اللي هو الbody mass index الbody mass index اللي هو البي ام اي بنقدر نحدد بيه كتلة الجسم هل الشخص ده في النورمال اللي هي بالنسبة لي انه في الحالة الطبيعية بتاعته اللي هي كتلة الدهون متوزعة بشكل متماسل في جسمه ولا شخص ده عنده دخلنا في الابوزيتي وسيمنا ومراحل سيمنا لها نتطرق لها فيما بعد اللي بنقدر نحدد البي ام اي انت ممكن في البيت بطريقة سهلة جدا تقدر يتحدد البي ام اي لنفسك مش شرط ان انا اروح علشان احلل عشان اقدر احدد البي ام اي لنفسي انا سمينة ولا لا في حالة ان انا حسيت بسمنا اقدر اتطرق للدكتور البي ام اي بنحسبه اللي هو كل واحد ممكن يحسبه لنفسه اللي هو الوزن بنقسم الوزن على مربع الطول بالمتر يعني انا مثلا وزني مثلا تمانية وسبعين وطولي مية تمانية وسبعين اه 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 هأسم اه هو التمانية وسبعين وزني على واحد وسبعة من واحد وتمانية وسبعين من مية تربيع هيديني معامل كتلة المعامل ده هيطلع بالزبط اربعة وعشرين وتسعة من عشر الاربعة وعشرين وتسعة من عشر كده انا في مراحل اللي هي الوزن الطبيعي اللي لما بيطلع الرقم عندنا هي مراحل عندنا الرقم لما بيكون رقم معامل الكتلة ما بين اه اقل من خمستاشر ده انا حيف جدا يعني محتاج نظام غذائي محتاج تحليلات معينة علشان اقدر احدد له هو اه ايه اسباب النحافة اللي عنده اه الحاجة التانية ما بين ممكن يعني احنا لدينا مراحل في معامل الكتلة معامل الكتلة لو طلع ما بين خمستاشر لتمنتاشر فالشخص ده هو نحيف لكن معقول يعني مش نحيف جدا لكن يلزمه نظام غذائي يوصل به للمراحل الامنة من الغذاء اللي هي توصله من معدل من تمنتاشر لخمسة وعشرين وده الوزن الطبيعي للشخص العالي تبقى انا لو لقيت بعد ما حسبت معامل الكتلة زي ما قلنا اللي هو الوزن على مربع الطول بالمتر لقيت وزن الجسم لقيت معامل الكتلة دي اللي هو البي ام اي لقيته طالع عدي من خمسة وعشرين لتلاتين فأنا دخلت في وزن عالي لكن لسه ما دخلتش في السمنة اللي هي الابوزيتي يعني أنا دلوقتي في وزن عالي طيب دلوقتي أنا لو تطرّكت إن أنا معامل واحد حسبنا له معامل الكتلة بتاعته طلع ما فوق التلاتين أبدأ أقوله كده أنت في خطر فوق التلاتين دخلنا في مراحل اوبوزيتي والاوبوزيتي يعني من تلاتين لخمسة وتلاتين دي لو اوبوزيتي يعني مرحلة من مراحل الاوبوزيتي نفسها اللي هي السمنة يعني سمنة منخفضة فلازم أقوله أنت لازم تعمل حد تعمل كنترول على نفسك عشان ترجع بمعامل الكتلة دي للمراحل الطبيعية بتاعنا طيب وصلنا حد تاني ما بين خمسة وتلاتين للاربعين ده في اوبوزيتي نفسه يعني دي سمنة سمنة بقى سمنة عالية لكن في عندنا مراحل المعامل الكتلة لما يعدي الاربعين بيبقى من اربعين وما فوق ده سمنة هاي اوبوزيتي أو سمنة مفردة ماشي ده بالنسبة لمعامل كتلة الجسم أول ما البيشن بيجيلي لازم أعمله الحاجات دي أحدد له كمان كم سعر حراري هو محتاجه في اليوم عشان أقدر أحدد له النظام الغذائي اللي نقدر أعطهوله ويمشي عليه ويحس بالنتيجة اللي هي المرجوة أنه يخس أو يسبت وزنه أو يزيد على حسب حالته هلنحافة أو تزبيت أو سمنة ها بدأ أحسب له السعرات الحرارية وإحنا في الطبيعي متعارف عليه السعر الحراري بنأخد الكيلو جرام في وزن الجسم بيحتاج واحد كيلوريز أي واحد السعر حراري في الساعة الواحدة من اليوم يعني أنا لو واحد مثلا معدل معدل وزنه 60 كيلو جرام هناخد هيحتاج 60 سعر حراري أو 60 كيلوريز لكل ساعة خلال اليوم يعني هيحتاج 60 كيلوريز في الساعة ف44 ساعة خلال اليوم بيطلع لي معدل الكيلوريز اللي هو محتاجها ده اللي هو بحسبه واحد سعر حراري لكل كيلو جرام الوزن في واحد ساعة في اليوم ده بحسبه اللي هو الجسد الخامل يعني الجسد اللي هو احتياجاته انه يقوم يصلي يقوم يتكلم يشرب يهدم طعام يتنفس ده كلها احتياجات اساسية للمعيشة بيحتاج يعني لما هنبصة يحتاج لما نحسب الستين في اربعة وعشرين يعني عاملين تقريبا الف ربعمية وتمانين او الف وخمسمائة كالوريز في اليوم ابدأ اشوف انا باخد الشخص اللي هو ستين ده محتاج في اليوم لاحتياجاته اليومية الف وخمسمائة كالوريز او سعر حراري ابدأ بص انا لازم اديله في اليوم ده اديله السعرات الحرية لو انا عايزه يثبت على الستين كيلو لا يتقدم ولا يزيد ولا يتأخر راح احساب له زي ما قلتلكم اللي هي سعراته الحرية ال الف وخمسمائة كالوريز وابدأ اقوله والله انت كده شخص بالنسبة لطولك مثلا لو مناسب انت كده تاكل في وجبتك الغذائية الف وخمسمائة كالوريز يبقى نحافظ على وزدنا على مدى السنوات القادمة ان شاء الله طب الشخص ده لو عايز يزيد او عايز يخس مثلا هو 140 سنتي مثلا وعايز يخسله 10 كيلو انا هقوله لازم تاخد سعرات حرارية في اليوم مناسبة ليك يعني احنا لو قللنا كل 7000 يعني احنا لو قللنا في اليوم 500 سعر حراري 500 سعر حراري على مدى الاسبوع بكون يعني لو الشخص ده محتاج 1500 كالوريز وراح اعطيته انا 1000 كالوريز فوفرت له 500 كالوريز ال500 كالوريز دول على مدى الاسبوع هيعمله 3500 كالوريز 3500 كالوريز دول ينزلوله نص كيلو في اليوم وهو يبقى خفف اكل بدون ضايت او تيعاب او حرمان من الاكلة طيب انا لو هو عايز يزيد لو عايز يزيد عن كده قد ازود له برضو سعراته الحرية الـ 2000 كالوريز او 2500 كالوريز على اساسة ديله 1000 كالوريز في اليوم زيادة يبقى على مدى الاسبوع هيوفر لي او هزوده 7000 كالوريز هيديني 1 كيلو جرام من وزنه يبقى خلال الاسبوع بنزيد 1 كيلو جرام وكمثل لو حبينا نقلل وزنه بنقلل من وجباته 1000 كالوريز في اليوم فيدينا برضو 7000 كالوريز يدينا 1000 كيلو جرام يدينا 1 كيلو جرام في الفترة اللي هي الاسبوع طيب كويس ان احنا يعني حسبنا للشخص الخامل طيب انا فيه شخص عندي بيشتغل فيه عندي شخص بياخد بيروح شغله الصبح بيتحرك لازمه احتياجات ان انا اللي هي تأدي الاحتياجات اللي هي تأدي اغراضه اليومي طيب عندنا الاحتياجات دي الشخص اللي هو عمله مكتبي مكتبي بحتي يعني بيجي على المكتب ما بيتحركش الشخص ده انا لازمه في اليوم هعليله من 1 كالوريز لكل 1 كيلو جرام من وزنه اعليه له لواحد وثلاثة من عشرة اي واحد واحد وثلاثة من عشرة كالوريز لكل كيلو جرام من وزنه طيب الشخص اللي هو عمله فيه حركة بس مش حركة اعتيادية يعني مش حركة باستمرار مش حركة سريعة الشخص ده لازم ازود له اخليله لكل كيلو جرام يلزمه 1 و4 من 10 كالوريز طيب الشخص اللي هو بيعمل مجهود الشخص اللي هو الصنايعي مثلا الصنايعي بيشتغل طول اليوم شغل شاك شغل سواء في البناية سواء الصنايعي ده بيشتغل فني في اي حاجة حركته سريعة محتاجة مجهود عالي فلازم ازود له الكالوريز بتاعه اكيد مش هسويه بشخص قاعد على مكتب او شخص ما بيتحركش او شخص ما بيعملش مجهود اساسه فالشخص ده لازمه في اليوم لكل كيلو جرام من وزنه 1 و5 من 10 اي 1 ونص كالوريز سعر حراري يعني لو هو مثلا 60 كيلو جرام يبقى لازمه 90 في الساعة خلال الـ 24 ساعة لازمه ياخد تقريبا 2300 كالوريز يبقى الشخص بيتحرك خد 1300 كالوريز بخلاف شخص نايم اخد 1500 كالوريز البيشة لما حسبت له اللي هي الـ PMI بتاعه اللي هو معامل الكتلة وحسبت له اللي هو الكالوريز الديلي كالوريز كولكليتور اللي هو معدل السعرات الحرارية اليومية اللي بيحتاجها الجسد قدر تحدد انا من خلال انا هو جاي يخست اقدر احدد له اللي هي وجباته هتكون ايه لكن حاجة تانية قبل ما حدد له الوجبات انا لازم اعرف الشخص ده هتطرق لبرحلة تانية اللي هي هحدد شكل الشخص ده بالنسبالي هل هو شخص سمنة ولا شخص سمنة موضعية سمنة كلية ولا سمنة موضعية ولا الشخص ده بيعاني من وزن زاية شوية ومع تخفيف الاكل هننسف اللي عندنا يمكن بنتطرق للموضوع اللي هو التالت بالنسبالنا ان انا ازاي احدد الشخص ده هو سمنة ونوع الاكل المناسب ليه ايه هو طبعا عندنا اربع اشكال الجسم بمختلفات مستمياتهم عندنا فيه بيحددهم من خلال الهرمون فبنقول ده عندنا فيه جسم كذري ده نتيجة لنشاط الغدة الكذرية وضعف الغدة الدرقية والنخمية مواصفات الجسم الدرقي يعني ممكن كل واحد يحدد لنفسه طبيعة شكله طبيعة جسمه والاكل ودلوقتي هنقول يعني راح نقول الاكل المناسب لكل حد في مراحل او على اشكال الجسم المختلفة هنبدأ مبدايا بالشكل الكذري الشكل الكذري زي ما بنقول اللي هو بنقول ان هو نشاط الغدة الكذرية عالي فيه مع ضعف في نشاط الغدة الدرقية والنخمية طيب ايه المواصفات حد برضو الكلام عام يعني الكلام انا لازم احلي عشان اعرف طب انا شخص عادي فعايز احدد نفسي انا جسم ايه هقول له انت الجسم الكذري اللي مواصفاته اللي بنقدر نحددها نحدد الجسم ده ايه بالزبط مواصفات الجسم الكذري انه هو بيبقى جسم المنطقة اللي فوق عريض الكتاف مع منطقة يعني بالنسبة للسد بالنسبة بتبقى عريضة الكتاف عريضة مع منطقة صدر ومنطقة بطن بارزة ومنطقة ارداف نحيفة يعني الجسم كله بيبقى مليان من فوق والجسم من تحت بيكون نحيف ده الجسم الكذري اللي مقابل بالزبط اللي بنقول عليه في اللغة بتاعتنا الدرجة اللي هو جسم التفاحة اللي هي بتبقى مليانة من فوق ورفياها من تحت او الجسم الهرمي المقلوب برضو نفس الشيء المليانة من فوق ونحيفة من تحت الجسم الكذري ليه عشان اخس بسهولة فيه انا حددت شكل اهو انا نوع جسمي جسم كذري يبقى فيه اكله معين بيقلل من نشاط الغدة الكذرية مقابل ليه لازم ازود نشاط الغدة الدركية والنخمية مع بعض يعني زي ما بيقولوا لازم يبقوا اتنين على واحد يعني الحالة ما تنفعش واحد لواحد لازم اتنين عشان يتغلبوا على الواحد ده وفي حالة اذا تغلبوا عليه هيرجع جسمنا للطبيعي وينزل بسهولة جدا خلق ده بالنسبة للجسم الكذري احنا بنشرح حالات الجسم وهنرجع ناخد كل جسم والاكل المناسب ليه الجسم اللي هندخل بعد كده اللي هو الجسم التناسولي وده اللي هو بنقدر نقول عليه نشاط الغدة التناسولية زايد مع ضعف في نشاط الغدة الدركية والنخمية على السوائل طيب بنقدر نحدد الجسم ده ازاي طيب انا جسمي اهو انا قدامي جالي البشن هقول له والله انت جسمك تناسولي ولا كذري ازاي بشوف الجسم مواصفات الجسم التناسولي ايه الجسم التناسولي اللي هو الجسم الكوميسري اللي هو شكل الكوميترا اللي هو بيبقى مليء من مناطق الارداف ونحيف من مناطق اللي فوق بنقول عليه برضو اللي هو شكل الهرم الهرم العادي بتاعنا بنقول عليه ده الشكل التناسولي برضو طبعا الشكل التناسولي ليه مواصفاته وليه نظامه الغذائي اللي نقدر نوصله وعلى اساس ان احنا نقلل من نشاط الغذة التناسولية وفنفس الوقت نزود من نشاط الغذة الدراقية وانه واخماية بنتترك بعد كده لتالث نوع من الجسم هو الجسم الضركي الجسم الضركي من كلامنا أنه هو الضركي نشاط للغدة الضركية مع يقابله ضعف في الغدة التناسلية الغدة الكذرية والغدة النخمية الجسم الضركي جسم عندنا بيكون يمكن من أفضل الأجسام اللي بتنزل معنا بسرعة بالنسبة لطبيعة مواصفاته أن في توازن ما بين المنطقة العليا مع توازن ما بين منطقة الأرداف يعني توازن ما بين الأكتاف مع توازن ما بين الأرداف بيحقق لي شكل ضركي أو شكل الساعة الرملية اللي احنا بنقول عليه اللي هو المنطقة عريضة من فوق مع منطقة أرداف عريضة مع خسر نحيف جدا ماشي وده مع أقل تغيير فيه بيشكل شكل الجسم برضو ليه أكله المعين ليه مواصفاته المعينة على أساس نقدر نقول الجسم ده محتاج إيه هندي نقل النشاط الغدة الضركية ونزود من نشاط الغدة الكذرية والنخمية الجسم اللي بعد كده هو رابع جسم عندنا اللي هو الجسم النخامي الجسم النخامي اللي هو بيكون الجسم مليء بشكل عام يعني ما قدرش حدد هل الأكتاف لوحدها زايدة هل منطقة البريست اللي زايدة هل منطقة البطن اللي زايدة هل منطقة الأرداف اللي زايدة هو بياخد زيادة عامة في الجسم يعني بنقول عليه اللي هو الشكل المستطيلي يعني ما فيش تحديد للقوام اللي قدامي اللي قريب برضو بنحدده أكتر بشكل الموذة شكل صباعي الموذ واخد اللي هو استواني الشكل بدون أي تحديد للقوام اللي قدامي وده أقلهم يعني ده بيتحبوه في أماكن اللي هم عريضات الأزياء لكن احنا كطبيعة الجسم يعني مش مستحب بالنسبة لأغلب الأفراد وبالنسبة للشعب العربي عامة اللي مش مستحب الجسم طيب احنا شوفنا الأربع حالات والأربع أجسام هنراجعهم مع بعض تاني اللي هي الجسم التنسولي اللي هو كومتر الشك والجسم الكذر اللي هو التفاح الشك والجسم اللي هو الجسم الدرك اللي هو الساعة الرملية وفي حاجات كتير طلعت بشدات وحاجات تقول يعني بتحدد شكل الجسم على الساعة الرملية لكن دي كلها مفيش حاجة تحدث شكل جسمك غير بضاية معين مع رياضة معينة لكل منطقة من المناطق دي مع لو عندي مناطق سمنة موضعية لازم اعمل لها تفتيت دهون للمناطق انما المشدات والحاجات اللي طالعة دي كلها حاجات وهم فما بنقدرش نتطرق لها في كلامنا الحاجة التانية يبقى قولنا جسم التناسولي جسم الكازري جسم الدرخي جسم النخامي الجسم التناسولي اللي هو الجسم الكوميسري الجسم الكازر اللي هو التفاحة الجسم الدرخ اللي هو الساعة الرملية الجسم النخامي اللي هو مستطيل الشكل او على شكل صباع البود مهم جدا نحرف دول في ذكرتنا علشان لما نيجي نتكلف بعد كده عن كل مرحلة يبقى انا عارف محدد حالتي ايه بالزبط برضو حاجة تانية عايزك قبل ما نتطرق لكل نوعية غزاء مناسب لكل جسم ما تشغليش بالك بوزنك دايما اشغل بالي بشكلي تناسق جسمي بكوتل الدهون عني يعني حاجة انت جايالي خليكي مني خالص يعني خليكي مني اقولك وزنك ايه انت لازم تكوني محددة انت بتخسي ولا ما بتخسيش خليكي مني انت بتيجي تتبعيني كاقولك انت نزلت على الميزان ولا لا انا ما يفرقش معايا الميزان انت بالنفسك المفروض قبل ما تدخليلي عشان تطلع الميزان تكوني عارفة نازلة ولا مش نازلة ميزانك ثلاث حاجات لازم نستقر علي الواحد امزانها في لبسها انا لقيت لبس بيوسع يبقى شيء اساسي انا بنزل اما هم مش لبسي حد جوا الساعة وانا نايمة مثلا لقيت نفسي ارتاح اكيد انا نزلت لان الدهون دي ضغطة على الحجاب الحاجز ضغط على الرأتين ضغط لي على النفس بعمل صوت وانا نايمة وطالح سلم فيه نهجة دي كلار تحت بنا اكيد وزني نزل الحاجة الثالثة انا خلاص وزني انا خلاص لبسي واسع حركت خفت الحاجة الثالثة حركتي بقت خفيفة بنقدر نحدد ان احنا نزلت بنقدر نعرض لكم معلش وقت الحلقة محدود شوية فهنتكلم سريع كده وان شاء الله على قبل ان احنا نعرض لكم في حلقات تانية كل ما يخص المراحل اللي تكلمنا فيها على السريع كده قبل ما اعرض لكم فيديو سريع بالنسبة للي هو تفكيت الموضع او التخصيص الموضع للدهون هقدر اقول لكم انا اللي هو هنتطرق لنعين من الجسم اللي هو الجسم الكازري والجسم التنسولي ايه الاكل المناسب لي الجسم التنسولي دايما بقدر اقلل من اللحوم الحامرة لازم اقلل من اللحوم الحامرة لان اللحوم الحامرة عندي طيب طب سواني وهكون معاك سواني اللحم الحامرة بتقدي لنشاط الغدة التنسولية وبالتالي بيدي لزيادة الجسم من منطقة اللي هي الارداف فانا علشان اوصل لجسم متناسق وانزل بسرعة لازم اقلل من اللحوم الحامرة والالبان كاملة الدسم ازود في اكلي الحاجات اللي هي تحس الغدة الدرقية والنخمية اللي هي الكربوهايدريت ما بين الكربوهايدريت ما حدش يفهمني ان هي نشويات بصفة عامة لا الكربوهايدريت دا بتقسم عندي حبوب كاملة وحبوب مطحونة الحبوب الكاملة اللي هي زي البسلة والخضار والفاسولية والبيزلة والخضار بالنسبة الحبوب المطحونة اللي هي الامح اللي هي الردة اللي هي شعير اللي هي الارز البوني بالنسبة للغدة النخمية بقدر ازود من اللي هي عشان ازود نشاطها برضو هتناول وجبات فيها كافيين وفيها نسبة من الالبان قليلة الدسم دا بالنسبة اتطرقنا الجزء اللي هو الجسم التناسولي هبدأ ان شاء الله في الحلقات اللي الجاة ان شاء الله هنتطرق لبقية انواع الجسم ومعه توضيح اكتر لكم لكن هعرض لكم فيديو يبين التخصيص الموضعي ازاي ممكن يكون على منطقة من المناطق دي هنعرض فيديو هنعرف عليه الحالات المتغيرة لي ماشي معاك اتفضل اعرض الفيديو دا بالنسبة عندنا حالة سمنة حالة سمنة اوبوزيتي او يعني دخل في السمنة بس لسه مش هاي اوبوزيتي بيجيلي بقدر احدد له اولا مناطق الدهون المتكونة في جسمه على مراحل الجسم بقدر احدد اكتر من منطقة اللي هنا اشتغل عليها اللي هي قطر الجهاز اللي بيوضع عليه زي ما احنا شايفين الجهاز قدامنا دا جهاز وحدة زلتك للتخصيص او تجميد الدهون دي بالتبريد او التجميد يعني تحليل الدهون بالتجميد بنقدر نستخدم الجهاز بنحطه على المنطقة اللي انا حددتها بنستخدم نصف ساعة خلال كل شهر تمام زي ما شوفنا الجهاز وعرضنا لحضراتكم وفي الحلقات القادمة ان شاء الله هندي تفاصيل اكتر عن الجهاز نشكركم على حسن متابعتكم لينا والوقت الجميل اللي اضانا معاكم وتابعونا ان شاء الله في حلقات قادمة ومن تقدم لتقدم وكل عام انتم بخير بالسنة الجديدة والاخوة الاغباط بنقدر نقولهم كل عام انتم بخير بسبب اعياتهم وبنشكر قناة الصحة والجمال ودايما معنا متعلقين مع برنامج ميط طريقة وطريقة للجمال مع دكتور بانتر اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة